تسأل تقول هل صحيح أن الناس كلهم يفرون من بعض يوم القيامة إلا حافظ القرآن يبحث عن والديه ليلبسهم تاج الوقار هل هذا صحيح تهاني بارك الله فيك يعني بالنسبة لي الكلام في هذا المسألة لا بد فيه من جمع الأحاديث كلها في هذا الأمر طبعا في بداية الحشر لما يحشر الناس كل يقول نفسي نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه يوم القيامة يوم يعني عظيم وخطير تضع كل ذات حمل حمله ترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد يوم الأم الأم وهي الأم ما تلتبت إلى رضيعها وجنينها كل مشغول كل يقول نفسي نفسي فإذا يسر الله عز وجل وحاسب الله تعالى الناس وتميز أهل الجنة من أهل النار هنا يحصل الشفاعة يشفع الأهل بعضهم لبعض يشفع طبعا الأنبياء يشفعون الملائكة تشفع المؤمنون يشفع بعضهم لبعض وبعد ذلك تأتي قضية الباس الحافظ للقرآن والديه التاج في الجنة هذا لما يدخلون الجنة بارك الله فيك لأن الأحاديث اللي وارد في هذا لابد أن نرتبه حسب الترتيب الذي سيكون يوم القيامة بارك الله فيك